اشتركوا في القناة الامر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل هذه المسئولية المقدسة باقامة كبرى الشعائر الاسلامية واشاد جلالة الملك المفداف البرقية بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحكومته الرشيدة بتنظيم شعيرة حج هذا العام وفق اجراءات احترازية حرصت على تحقيق اعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم مما اسهم في تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وامان وطمأنينة سائلا جلالته المولى جل وعلا ان يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم وان يمن عليهم بالاجر والمغفرة وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بدوام الصحة والسعادة ومفور العافية والعمر المديد ويديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق نعمة الامن والامان والرخاء تحت قيادته الحكيمة حافظه الله وان يعيد هذه المناسبة المباركة على الامتين العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات ويرفع هذه الجائحة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعا موسيقى